شعبي الكريم وبناء على كل ما ذكرت فإنني قد غررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء المهلة المحددة من قبل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك للتوافق قبل الاستقالة انتهت وها هو حمدوك يستقيل قرار لم يكن مفاجئاً بالنسبة للصحة السياسية والشارع السوداني ومع ذلك اختلفت حوله الآراء والقراءات أطراف تعتقد أنها انفراج للأزمة وأخرى تراها تعقيداً لها فيما تقول القوى السياسية على رأسها قوى الحرية والتغيير إحدى قيادات الثورة الشعبية إن استقالة حمدوك ستلهب الشارع وكل الاحتمالات مفتوحة على السودان بعد استقالة الدكتور عبدالله حمدوك فيظل المشهد السوداني مفتوحاً على كل الاحتمالات قوى السورة الحية ما زالت موجودة بالشارع منذ انكلاب 25 أكتوبر في حالة تصاعد ثوري ومظاهرات ومواكب قادة الانقلاب ما زالوا يواجهون قوى السورة بالقمع العنيف وبالتنكيل وبالقتل وبالتالي سيظل المشهد ملتهباً إلى أن يحقق الشعب انتصاره أسباب عاددة أجبرت رئيس الوزراء على الاستقالة من بينها تقول جبهة العزة والكرمة السودانية على لسان رئيسها رضوان أبو جرون فشل حمدوك في تمرير أجندات أجنبية كلف بها بعدما فقد شعبيته منذ توقيعه على الاتفاق السياسي مع رئيس المجلس الانتقال عبدالفتح البرهان أما عن أهداف الاستقالة تضيف الجبهة فحمدوك يريد أن يحتضن الشارع من جديد فحمدوك فعل هذا لإرضاء الناس معينين أو أشخاص معينة لم تنال نصيبها وهي اليسارين حمدوك هو آخر كرت له يقدم استقالة حتى يحافظ على صورته المزيفة أمام الشعب السوداني ويستعطف كمية من الشباب ومن أبناء الوطن ليغفوا خلفه ليتعاطفوا معه لكن حمدوك إذا ظل في سد الحكم السلام على السودان والحمد لله الذي ذهب عننا القم وبغض النظري عن أسباب وأهداف الاستقالة فإن رحيل حمدوك في كل الأحوال ستفرض واقعا جديدا على السودان حسب متتبعين وستكون الاستقالة بداية لثورة شعبية جديدة رافضة لحكم العسكر بالتالي ربما تذهب البلاد في طريق إعلان انتخابات مبكرة ولو على مستوى رئاسة الجمهورية فقط لأن الأوضاع الآن في أطراف البلاد في دارفور هناك صراعات مكسفة شرق السودان كان مقلق الميناء قبل شهور الشارع في الخرطوم والمدن الأخرى يخرج بصورة مستمرة وفق جداوي البعلنة هذه الاستقالات تفرض واقعا مختلفا إذ أن دكتور عبدالله حمدوك كان بمثابة عازل ما بين العسكر وما بين الشارع نوعا ما ولكن الآن ربما تستعر المواجهة ما بين الشارع وما بين السلطة الحاكمة في الخرطوم أكثر رغم الجهود التي بذلتها أطراف محلية ودولية لتثني حمدوك عن قرار الاستقالة إلا أن القرار يبدو أنه كان أمرا حتميا في ذل استمرار المواكب المليونية التي تتواعد بإسقاط النظام بشقيه المدني والعسكري